موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ماذاكم عاملين ايه؟ النهاردة هنكمل كلامنا في الكيميكا الإكوليبريام و هنتكلم في الحصة التانية في الكيميكا الإكوليبريام هنتكلم في كلام سهل الحصة مش طويلة قوي بس في نفس الوقت مهم قوي 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 و يجب ان نرقتص فيها مع بعض لكي الأسئلة تعتمد عليها صلو بنا على النبي عليه أفضل الصلاة و السلام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم تعالوا نفتكر ما كنا نقول مرة الباتئة كنا بدأنا في الكيميكا الإكوليبريام أن نتكلم عن عبارة نتكلم عن التزان هذا الإكوليبريام يحدث إما في الـ physical system يأما في الـ chemical system وفي الـ physical system نتكلم عن الإكوليبريام بين physical state فلو بنتكلم على الإكليبريم بين الـ vapor phase مع الـ liquid phase زي في حالة الـ water مثلاً يبقى احنا بنتكلم على physical equilibrium واتفقنا ان في بداية الإكليبريم ده فحنا بنسخن الـ volatilization ان الإفابوريشن بتاع الـ water هيبقى أكتر من الـ condensation مع الوقت بيحصل شوية condensation لحد ما بنوصل لمرحلة الإكليبريم ان الـ rate بتاع الإفابوريشن بيساوي الـ rate بتاع الـ condensation وعلشان كده شوية موليكيولز دايماً بتحصلها إفابوريشن شوية موليكيولز بيحصلها condensation فسميناه dynamic equilibrium هو مش stationary شكلاً ما بيحصلش حاجة جواهة solution لكن فعلياً فيه دايماً reaction بيحصل أو فيه دايماً حاجة بتحصل ففيه إفابوريشن وفيه condensation فده بالنسبة للـ physical equilibrium أما في الـ chemical equilibrium قسمنا الكلام بقى لحاجتين مهمين الـ complete أو irreversible reaction والـ reversible reaction وقلنا في الـ complete reaction إن الـ reaction بيمشي في one direction بس في اتجاه واحد فقلنا إن الـ arrow بتاع السهم بتاع الـ reaction نفسه نقف اتجاه واحد بس فهنا اللي بيحصل إن واحد من الـ products بيسكيف من الـ reaction بتاعي إذا على هيئة جاز أو على هيئة صلد وبيطلع من الـ reaction خالص فالـ products ما ينفعش تـ combine مع بعض التاني أما في حالة الـ reversible reaction أنا ماشي في الاتجاهين الـ forward reaction والbackward reaction ودوت اللي هنتكلم عليه بالتفصيل أكتر شوية فهنا الـ 2 products لسه موجودين فممكن يتفعلوا مع بعض علشان يطلعوا الـ reactants ممكن يحصلون combination علشان يطلعوا الـ reactants وإحنا بنتكلم المرة اللي فاتت بدأنا الكلام بسرعة كده على الـ rate of chemical reaction والـ rate of chemical reaction اتفقنا هو والـ amount of change هو يعني معدل لـ change في الـ concentration either of reactant أو product بـ unit time فـ amount of change في الـ product أو الـ reactant بتاعي بـ unit time على الـ change in time يبقى إحنا كده بنتكلم على الـ rate قلنا إن الـ rate في الآخر هو مقياس للـ speed بتاعت الـ reaction للسرعة بتاعت التفاعل هل هو fast reaction لو تماشي هل هو fast reaction ولا slow reaction هل هو تماشي بـ rate عالي ولا تماشي بـ rate ولين نهاردة بقى عايزين نتكلم على الـ rate of chemical reaction لو هنتكلم على الـ complete reaction اللي ماشي في اتجاه واحد ون direction وفي الـ reversible reaction اللي ماشي في 2 direction forward reaction وباكورد reaction نبدأ الكلام بتاعنا على الـ rate of chemical reaction وإحنا بنتكلم على الـ complete reaction وإحنا اتفقنا في الـ complete reaction إن أنا عندي الـ reactant بتتحاول كلها للـ product فلو رجعنا الأول رسمة خالص في الحتة الأولانية خالص وإحنا بنتكلم على الـ concentration بتاعت الـ reactant والproducts بتاعتي وإحنا أصدل الـ progress بتاع الـ reaction في بداية الـ reaction بتاعك انت بتبقى الـ reactant الـ concentration بتاعها عالي جداً والـ product concentration بتاعها مش موجودة أنا لسه في أول الـ reaction بتاعي مع بداية الـ reaction بتاعي الـ reactant هتبتدي تقل لحد ما تقريباً هتوصل لـ zero والـ product هتبتدي يزيد لحد ما تقريباً يوصل لـ 100% فإحنا بنتكلم على الـ reactant والـ product بتاعتي لأنه هو complete reaction فالـ reactant بتقل لحد ما تقريباً تبقى مش موجودة خالص والـ product يزيد لحد ما تقريباً يبقى 100% فدوت كده بالنسبة للـ reaction بتاعي لو كان complete reaction فعند نهاية التفاعل الـ reactant nearly consumed 100% consumed والـ product nearly produced 100% produced فهنا اتفقنا أن ما فيش الـ equilibrium في الـ complete reaction لأننا ما عنديش فورورد و باكورد هو ماشي في اتجاه واحد بس الـ reaction فكل اللي احنا قلناه علشان بس الرسمة اللي هتبقى مهمة جداً كمان شوية إن في الـ complete reaction لو عملت الـ relation between الـ concentration مع الـ progress بتاع الـ reaction مع الـ time بتاع الـ reaction بتاعي فما بين الـ concentration وـ time بتاع الـ reaction الـ concentration بتاع الـ product بتاعتك بتزيد وفي نفس الوقت الـ concentration بتاع الـ reactant بتقل فاللي بيحصل إليا أن أرزودي الـ concentration بتاع الـ product وبقلل الـ concentration بتاع الـ reactant بنفس ال-rate فهنا الـ concentration بتاع الـ product بيتـ increase at the same time of decreasing глаз dentro的 الـ reactant لحد ما يبقى الـ reactant nearly consumed فهو تقريبا 100% تقريبا 100% وعلشان كده هو ملوش الكوليبريام عندي أما بقى الأهم وانت بتتكلم على rate of chemical reaction لما بتتكلم على reversible reaction في reversible reaction احنا اتفقنا ان اللي اتنين موجودين الـ product والـ reactant الـ reactant بيتحول للـ product والـ product بيرجع تاني للـ reactant ففي وسط الميديا بتاعك اللي اتنين موجودين ولان اللي اتنين موجودين فحيبقي rate بتاع الـ forward reaction الاتنين بقول لتنين سبتين يعني معدل التغيير الـ rate بتاع الـ reaction نفسه بتاع من الـ reactant بتقل بـ rate قد إيه معدل قد إيه والـ product بتزيد بمعدل قد إيه هو نفس الـ rate بالضبط لو عشر جزيئات من الـ reactant تتحول الـ product قصدهم عشر من الـ product هيرجوعوا للـ reactant فالـ rate بتاع التفاعل نفسه سابت لكن مش معنى كان الـ concentration لازم تكون سابت فالكونسنتريشن بقى بتاعة الرياكتنت والبرودكت هم كونستنت مش بيتغيروا مع الوقت العدد لو دوت 100 ودوت 50 ده حيفضل 100 ودوت حيفضل 50 لكن الكونسنتريشن بتاعة الرياكتنت بالنسبة للبرودكت عندك في منها ثلاث أنواع ممكن عند الإكوليبريام الكونسنتريشن بتاعة الرياكتنت تبقى أعلى من البرودكت زي ما احنا شايفين في الرسمة دية الرياكتنت بتاعي هيبتدي بنفس المعدل البرودكت فيها يزيد لحد ما نوصل لكونسنتريشن بتاعتك ما بتتغيرش لا بتاعة الرياكتنت ولا بتاعة البرودكت تاني the relation between الكونسنتريشن والتين فلما توصل إن الرياكتنت والبرودكت اللي اتنين الكونسنتريشن بتاعتهم ما بتتغيرش يبقى أنت كده بتتكلم على ريفيرس بالرياكتنت بس لما وصلت لمرحلة الإكوليبريام الرياكتنت أعلى من البرودكت زي ما احنا بنقول لو الرياكتنت ميز 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 مي بين الconcentration والtime لأنها تفرق لو مش concentration هتبقى حاجة تانية أول ما شوف rate relation ما بين concentration وtime والrate بتاعي ثابت الconcentration بتاعتي سابتة ما بتتغير شيب أنت بتتكلم على reversible reaction وفي reversible reaction دوات الرياكتنت أعلى من product فالconcentration بتاعتها أعلى من الproduct فدوات النوع الأولين في reversible reaction ممكن تعمل reversible reaction برضو لما بتوصل للrate بتاع الforward reaction equal هو للrate بتاع ال-backward reaction فالconcentration بتاعت ال-reactant وبتاعت ال-product هتفضل constant بس ارجع اقول تاني مش معنى ان هي constant معنى كده ان هي equal فانا حافضل اقلل في ال-reactant بتاعي اللي 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 لحد ما يبقى constant ادي ال-reactant هيبقى ثابت اما ال-product هيزيد 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 لحد ما يبقى ثابت هو كمان ادي ال-relation between concentration وال-time اول ما اشوف relation between concentration و-time وان ال-concentration بتاعت ال-product ما بتتغيرش بعد شوية بعد حبة من التفاعل بتاعي والconcentration بتاعت ال-reactant كمان ما بتتغيرش بقى انت بتتكلم على-reversible reaction بس ال-reversible reaction اللي قدامك ده ال-reactant اقل من ال-product ال-concentration بتاعت ال-reactant اقل من ال-product وينفع اه ينفع تفاعل بتاعي بعد ما وصلت لمرحلة ال-equilibrium كان عندي 10 جزيئات بس reactant و50 جزيئ من ال-product عندي ال-equilibrium فيه جزيئين بيتحولوا لل-product وجزيئين بيتحولوا لل-reactant فالconcentration ما بتتغيرش لكن عند ال-equilibrium كمية ال-product اكتر من كمية ال-reactant فده عكس اللي فات تاني هم اللي اتنين ال-reversible اللي عرفت منين ال-concentration ما بتتغيرش بتاعت ال-reactant وال-product by time ال-concentration ما بتتغيرش by time انت بتتكلم على-reversible reaction لكن الكمية بتاعت ال-product هنا او ال-concentration بتاع ال-product هنا هيبقى اعلى من-reactant ممكن انت بتتكلم على-reaction between concentration وبتوين ال-time وتاني انا بركز على- x-axis وال-y-axis لانه تحكي الكلام هيبقى مهم دلوقتي وانت بتتكلم على-reaction between concentration وال-time لقيت ان ال-concentration ما بتتغيرش بقى بتتكلم على-reversible reaction وهنا ال-reactant بييقوى لل-product ده حالة من الثلاثة ما هيش يعني ما هيش الاساس فأحد الاحتمالات ان انا عندي ال-equilibrium 50 جزيء من ال-reactant 50 جزيء من ال-product ده بيتحول لده وده بيتحول لكن مش لازم تاني لو خمس اتحوله من ده خمس هيرجعوا لده فوصلت المرحلة ان ال-concentration constant لكن مش لازم يكون ال-reactant وال-product ييقوى للبعض فاحنا بنتكلم ان في ال-reversible reaction عندها تلاتة cases دايما ال-concentration بتاعت ال-reactant constant وال-concentration بتاعت ال-product كمان constant لما بتوصل للاكوليبريا ودايما في العلاقة ما بين ال-concentration وال-time هتلاقي ان الخط بتاعك بقى خط مستقيم straight line لانه هو constant with time فمعنى كان هو reversible reaction لكن ساعات بقى ال-reactant بتبقى اعلى من ال-product ال-reactant اقل من ال-product او ال-reactant equal ال-product فدول شكل ال-3 كربات دول هيبقى مهمين جدا اللي فات ده كان عبارة عن relation between ال-concentration مع ال-time اما لو بتتكلم على relation between ال-reaction rate مع ال-time يبقى ساعتها شكل الكرب ده مستحيل لانه في ال-reaction rate ال-forward reaction لازم يقل وال-backward reaction لازم يزيد لحد ما ال-اثنين يبقوا equal فعند ال-equilibrium عند مرحلة ال-equilibrium بتاعي لازم ال-forward reaction وال-backward reaction يبقوا equal فالسؤال تاني اللي بيلغبط الناس هل احنا عند ال-equilibrium من اللي بيساوه بعض ال-concentration بت-equal لبعض لأغلط ال-concentration constant بتاعة ال-reactant وال-product بس مش لازم تساوي بعض دي حالة من الثلاثة لكن عند ال-equilibrium ال-reaction rate هيبقى constant ال-forward reaction وال-backward reaction لازم يكون constant و-equal لبعض لازم يكون يساوي البعض فلما يكون علاقة تتكلم على reversible reaction فاحنا في شكل الكربات اللي قدامنا عايزين نفرق ما بين حاجتين احنا بنعمل علاقة ما بين concentration مع ال-time ولا ما بين ال-reaction rate مع ال-time في الحالتين لازم العلاقة بتاعتك تديك straight line either concentration أو reaction rate فانت بتتكلم على reversible reaction لو concentration يدتك straight line ممكن يبقى ال-reactant أكتر من ال-concentration من ال-product ممكن يبقى ال-reactant أقل من ال-product ممكن يبقى ال-reactant equal product الثلاثة موجودين طالما العلاقة concentration أما لو علاقة reaction rate لازم ال-ثنين متساويين ولازم ال-ثنين بيساووا بعض لازم ال-ثنين constant وبيساووا بعض ال-ثنين فاحنا لو هنشوف الكلام ده مكتوب في الورق عندنا ازاي ال-reversible reaction ال-concentration بتاعة ال-product هتزيد مع الوقت وفي نفس الوقت ال-concentration بتاعة ال-reactant بتقلة مع الوقت لحد ما نوصل لل-equilibrium هي أنا مشكلتي كلها في مرحلة ال-equilibrium وعند ال-equilibrium ال-concentration بتاعة ال-reactant وال-product هتبقى constant بس مش معنى ان هي constant لازم تكون متساوية هي بقت ثابت مع الوقت يعني تاني زي ما احنا بنشوف هنا ال-reactant ثابت وال-product ثابت مع الوقت هنا ال-product ثابت وال-reactant ثابت مع الوقت هنا ال-product وال-reactant ثابت مع الوقت ال-concentration بتاعة ال-product وال-reactant constant و-thi بس مش معنى كده ان هما لازم يكونوا equal لبعض ده لما تكون constant و-thi هنلاقي ان احنا عندنا ثلاثة cases ممكن عند ال-reactant هما ال-eq constant اه بس ال-product اكتر من ال-reactant معلش كالعادة يعني ان الكلام المكتوب هنا هيبقى غضط ف-product concentration مور عن ال-reactant يمكن تبقى اقل من ال-reactant في الرسمة دي فهنا ال-reactant concentration بتقل وال-product بتزيد بس لحد مرحلة ال-reactant فهنا لما ال-reactant بتاعي هيبقى أكتر من ال-product فهنا في التفاعل بتاعي ال-product concentration في الرسمة الأولانية دي هتبقى أقل من ال-reactant concentration فتاني هما الرسمتين دول مقلوبين معلش ف-product concentration تبقى أكتر من ال-reactant اللي هي شكل الرسمة دي اللي ال-2 constant لكن ال-product أعلى و-product concentration أقل من ال-reactant اللي هي الرسمة الأولانية فال-2 constant بس ال-product أقل من ال-reactant ممكن ال-product concentration بتساوي ال-reactant concentration ودي الرسمة التالفة خد بالك تاني أهم حاجة أن دي علاقة ما بين concentration و-time فلو هتعمل relation بين ال-concent و-time هيبقى عندك ثلاث حالات ال-product أعلى من ال-reactant ال-product أقل من ال-reactant وال-product بي equal ال-reactant فدوت كده بالنسبة للكلام الأولاني كلام ده هتلاقوه في الورق مصبوط وهنا في الرسمة بتاعت هتبقى متغيرة شوية أو يعني مطلق بط شوية شوية لك صلحنا لكن في الورق هتلاقو الكلام ده مصبوط أما بقى لو بتتكلم على relation between ال-react وال-time هنا ملهاش أنواع لما تكلم على graph between rate وال-time لازم عند ال-equilibrium ال-2 constant بس الأهم انهم بي equal لبعض فممكن نزود هكده مع بعض في الورق فال-rate بتاع ال-forward reaction وال-backward reaction هيبقى constant وفي نفس الوقت equal ال-rate لازم يكون equal ال-concentration مش لازم تكون equal فال-rate حيبقى constant وequal لبعض وده لما نرسمه graph between rate وال-time سيظهر لي بالشكل اللي قدامي فشكل ال-graph ستبقى مهمة قوي ونكمل كلامنا بعد كده تعالوا بقى نتكلم على امثلة على القصة ديت لو نحسنا نحسب شوية ارقام مع بعض اول حاجة عندنا 0.24 من المجنيزيوم والمجنيزيوم المولر ماس 24 ال-reactive مع HCL asset in 14 seconds according للرياكشن الفلاني مجنيزيوم مع 2 HCL هيطلع مجنيزيوم كلورايد وهايدروجين جاس وفي التفاعل دوت عايزين نحسب ال-rate بتاع ال-reaction دوت in mole per second قد بالك ان الوحدة اليونت اللي احنا عايزين نحسب بيها هي mole per second اول حاجة علشان نطلع mole per second يبقى احنا عايزين نحسب number of moles اللي اتفعلت فال-number of moles اللي اتفعلت كالعادة number of moles اللي هو n بتساوي mass over molar mass والماث بتاعت الماجنيزيوم بتاعي اللي هو هيتفاعل هنا 0.24 g على molar mass اللي هي 24 معنى كده ان number of moles بتاعي هي 0.1 mole بعد ما عرفت number of moles بتاعي لو انت عايز تحسب الrate هو amount of change per time فاحنا هنحسب الnumber بتاع moles اللي اتفعلت انا عندي كام mole دخل في الرياكشن دوت على time اللي موجود ولان انت اليونت بتاعتك عايزها mole per second يبقى انا حقسم 0.1 على 14 هنطلع رقم بقى معين 7.14 10 to the power minus 4 mole per second فانا تاني اللي حللي السؤال دوت هو اليونت اللي هو عايز الrate بتاعك بالmol per second فانا هتطلع number of moles mass over molar mass وقسم number of moles على time بتاعي بس بالsecond علشان نطلع الrate اللي هو عايز فده بالنسبة لأول سؤال تاني سؤال موجود عندنا من الرياكشن of heating of calcium carbonate fragment فانا عندي calcium carbonate لما بنسخن الـ calcium carbonate دوت هيطلع لي CO2 ويطلع معا calcium oxide بس دوت ما تلزمني سيلزمني CO2 جاز اللي طال بيقول لي في الرياكشن دوت عايزين نعرف time of the end of the reaction ون نكالكيولي الرياكشن rate بالليتر برمنو ونحن بنتكلم على حاجة زي كده هنلاقي انحن عندنا relation between CO2 volume بالمليلي لتر و time بتاع CO2 CO2 يزيد volume CO2 تزيد وانا ماشي في الـ direction فكلما time يزيد كلما CO2 بتزيد هنوصل عند حاجة constant تقريبا عند أعلى حتة CO2 بعد كده سيبقى constant معنى كده اننا لو شفت time اللي بيحصل عنده end of the reaction خلاص التفاعل خلص بتاعي فاحنا بنتكلم في 50 seconds في الحال دي فتاني بعد 50 seconds بقى كورف constant خلاص ما مفيش concentration بتزيد فtime end of the reaction اننا وصلت ان الconcentration بتاعت CO2 مش بتزيد عن كده عايزين نحسب reaction rate in liter per minute علشان نحسب reaction rate in in liter per minute يبقى احنا عايزين نحسب volume بتاعت CO2 بالliter وفي نفس الوقت time بتاعت reaction in minute فالvolume بتاعت CO2 الليتر احنا المكسمن volume بتاعي هو 300 ملي ليتر فلو عايز تحسب ها بالليتر حنقسم على 1000 ف300 ملي ليتر على 1000 يبقى احنا 0.3 ليتر علشان نحول من ملي ليتر لليتر يبقى احنا بنقسم على 1000 ف300 على 1000 بتساوي 0.3 وفي نفس الوقت time بتاعي احنا بنحسب ه بالminute والtime بتاعي موجود هنا بالminute فسوري دوت مش بالsecond دوت 50 minutes فانا علشان نحسب الrate بالliter per minute يبقى احنا بنequal 0.3 لازم بالliter من ننساش نعمل conversion لليونت بتاعتي على 50 اللي هي المنت بتاعتي اللي هو time بتاعي فبت equal liter per minute فاحنا بالنسبة للسؤال بتاعي اول حاجة احنا بنتكلم على ان time of end of reaction لما يكون الريaction الريaction الرياكشن بتاعي وصل constant فهو time بتاعي 50 minutes في الحالة دي عايز تحسب الrate شوف الrate اللي بس volume اللي هو طالع هنا بالmilliliter انا لازم احول للليتر علشان احسب الحزب بتاعتي صح فده بالنسبة للسؤال الاولاني لو انا عايز احسب rate in mole per second فزي ما احنا قلنا هنحسب الاول number of moles بتاع المجنزل هي mass over molar mass وبعد كده number of moles هنقسم على time و time هنا مول per second فهنطلع rate اللي اعيز اما لو كان السؤال بتاعي بيحسب لي time اولا عند end of the reaction وتاني حاجة عايزين نحسب reaction rate in liter per minute فهنا لما احنا بنضور على end of the reaction بنضور ان الconcentration بقت constant فالجزء اللي الconcentration بقت constant فيه هو من اول هنا قبل كده لسه الليتر حقس 300 على 1000 عشان نطلع number of liter وبعد كده نقسمه على minute علشان نطلع rate لو كملت في السؤال اللي بعد كده السؤال بيقول choose the correct answer with explanation which of these graphical figures does represent the change in hydrochloric acid concentration by time in the following reaction ال reaction بتاعي ان الزينك بيراكت مع موليكيول من hydrogen chloride علشان يطلع zinc chloride مع hydrogen gas فدوت ال reaction اللي موجود وفي reaction دوت الزينك بيتفاعل مع HCL علشان يطلع zinc chloride مع hydrogen gas والجاز دوت بيطلع بيسيب التفاعل وبيمشي احنا بنتكلم على complete reaction وفي complete reaction الزينك اللي هو الرياكتنت بتاعتي بتتفاعل مع HCL اللي هو الرياكتنت concentration مع الطيب HCL دي واحدة من الرياكتنت مع الوقت في الرياكتنت دوت هل الرياكتنت بتاعت الHCL هتزيد ولا هتقل فانت دلوقتي الرياكتنت بتاعك بتتشال فمعنى الكلام دوت ان الHCL الكون بتاعته بتقل في الرسمة ديت الكون بتاعت الHCL بتزيد ده غلط الرياكتنت مش كميته بتزيد في الرسمة ديت الكون بتاعت الHCL constant برضو ده غلط احنا بنتكلم على reaction with time فمع الtime الconcentration بتاعت الHCL بتاعت معنى كده ان الاجابة الصحة في الحالة ديت هتبقى number c لان مع time هيبقى الconcentration بتاعت الHCL بتاعت الرياكتنت دو وطبعا لان الرياكتنت زي ما احنا بنقول complete علشان بيطلع hydrogen gas فيبتدت concentration تقل لحد ما تبقى نير لي zero في الاخر لان احنا بنتكلم على complete reaction فهنا concentration بتزيد concentration بتزيد concentration constant فالحل الوحيد بتاعي ان concentration تقل هي number c فالاجابة بتاعتي في الحالة ديت ان figure c هو الاجابة الصحة لان asset concentration ستقل مع time لحد ما تقريبا ستبقى consumed or zero عند end of the reaction علشان احنا بنتكلم على complete reaction وعليف 8 ان هو complete reaction علشان في hydrogen gas طالع بالتفاعل كده احنا اتكلمنا على rate of chemical reaction على فرق graphs between complete reaction and irreversible reaction عايزين نبدأ الكلام مع بعض على factors اللي بتتأثر على rate of chemical reaction ازاي الريت دوت سيبقى اكتر وازاي الريت سيبقى اقل والحاجة اللي عايزكو تاخدوا بالكو منها وتفضل ملزوقة كده في دماغكو ان الريت اكتر معناها ان هو faster reaction الريت لما بيزيد معنى كده ان التفاعل ده بيحصل في وقت قليل حيبقى fast reaction اما الريت بتاعك قليل معنى غيلة ان احنا هنحتاج له في الكم session اللي جايين مع بعض ايه بقى الفاكتورز اللي بتاثر على الريت بتاع chemical reaction اولا نوع بي اكتنت اللي بتتفاعل دي هتبقى حاجة مهمة ودي هنقسم ها مصين كمان شوية الconcentration بتاع الرياكتنت كتيرة ولا ايه لحط تاثر على الريت ولا الرياكتنت بيحصل في الدرب البرش هل احنا بنحط البرش على الرياكتنت دوت ولا لا كل الكلام دوت بيأثر على الريت وفي chemical reaction هلو بنتكلم مع بعض ايه الفاكتورز اللي بتاثر على chemical reaction النيتشر بتاعت الرياكتنت concentration temperature catalyst light وي البرش نبدأ الكلام مع بعض على اول فاكتور عندنا نتكلم على نوع البند وانحنا اتفقنا ان نعدنا نوعين كبار من البند عندنا compounds اما ماسكب ionic bonds اما ماسكب covalent bond علشان اريحكم دايما الionic bond المسكب ionic bond ستبقى faster reaction دايما التفاعلات بتاعتها بتبقى تفاعلات سريعة الريت بتاعها بيبقى اعلى شوية اما covalent bond بتبقى بيتفاعله واحد والnegative بيتفاعل اول ما تحط البند بيتفاعل الانحنا سيحصل الانحنا بتتحول الانحنا بتاعتها الانحنا الانحنا بيتفاعل مع بعض فهذا faster reaction اما لو بتتكلم على covalent اتفقنا في covalent ربطة قوية هو bond بتتكوّم بين O H وبين O H ما يدرش انتفصل عن بعض لازم يبقى عندك energy عالية علشان تقدر تكسر البند دي او تكسر البند دي والانرجي دي لو مش موجودة الcompound هيتفاعل كموليكيول هيتفاعل كله على بعضه فإن موليكيول يتفاعل مع موليكيول هتبقى أصعب بكتير بتاخد وقت أكتر هيبقى slower rate عن ان AIN بيتفاعل مع AIN فالفكرة تبوند بتبقى موليكيول والموليكيول صعب الناس تفاعل مع بعضها لو بنتكلم على أمثلة بسيطة على الكلام لو بنتكلم في neutralization reaction neutralization أن نحن نفاعل acid مع base التي تتكلم قبل كذلك فتفاعل acid مع base H positive تتفاعل مع OH negative علشان تطلع water molecule ونطلع NaCl فهذا قلنا أول ما دول بيتفعل AgCl بيطلع على هيئة precipitate وبنطلع Na Na3 مجرد Ains كده مع بعضها فده faster reaction أما لو بتتكلم على حاجة زي electrification reaction وفي electrification كنا بنفاعل مركب acetic acid مع ethyl الالكوحل أو ethanol علشان نطلع مركب الester كنا ساعتها بنشيل OHD مع الhydrogen على هيئة water molecule ونطلع بقية compound باسمه ethyl acety acetic acid في التفاعل دوت molecule للacetic acid بفعل مع molecule الethyl الالكوحل عشان انطلع فموليكيول مع molecule غالبا التفاعل دوت بيبقى صعب شوية لكن في ionic bond دايما التفاعل بيبقى faster by action كلمنا على أول factor اللو علاقة بالtype of bond وكلمنا على ionic bond والcovalent bond وان ionic bond دايما تبقى faster reaction عن ionic bond عن covalent bond تاني حاجة مهمة جدا 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 في الاسئلة ان surface area exposed to reaction بتأثر على rate and reaction كل ما surface area بتزيد وتاني surface area exposed to reaction surface area المعرض تفاعل مع reacting molecules كل ما surface area بتزيد كل بيحصل في time اقل يعني تفاعل بيبقى اصرع شوية فلو بنتكلم مع بعض مثال زي block لو انا عندي مثال عندي حاجة معينة عبارة عن block كده حطيت كل على بعضه فوسط solution ومستني ان هما يتفاعلوا مع بعض هنا surface area المعرض للتفاعل هو surface اللي بره ده الجزء اللي برسمه الكبير ده وقسمته الحطة صغير اللي بيحصل انت لما بتقلل particle size بتقلل حجم الكمبوند بتاعك انت كده بتزود surface area اللي معرض للتفاعل بتاعك يعني انا لما بصغر كده particle size بشكل المربعات الصغيرة اللي برسمها دي فين بقى الحطة في الكمبوند دوت اللي تقدر تتفاعل ده هنا كل الجزء ده وتتفاعل والجزء ده كمان يتفاعل والجزء ده كمان يتفاعل كل الحطة دي ممكن تتفاعل من على surface بتاعها وطالما كده surface area زاد معنى كده ان الريأكشن بتاعي حيبق اكتر معدل التفاعل الوقت اللي محتاجه علشان الكمبوند يتفاعل مع بعضه احنا كده الريت بتاع التفاعل وتاني تزود الريت يعني بتقلل الTIME اللي انت محتاج له علشان تكمل التفاعل ده فكل ما البرتكل صايز كان اصغر كل ما surface area ستبقى كتير يعني التفاعل ده سريع وتاني سريع يعني بيحصل في وقت اقل لو احنا بنتكلم في مثال على القصة ديات احنا بنتكلم ان احنا هنجيب equal volume من HCL فعندي مثلا 10 ميلي لتر من HCL اللي حطتهم في بيكر وتن ميلي لتر من HCL اللي حطتهم في البيكر التعلي واحد منهم هنحط zinc fragment zinc حتت مثلا هنحط zinc كده قطع كبيرة كده جنب بعضها مثلا هنحط 5 ميلي جرام من zinc fragment وهنحط النحية الثانية نفس 5 ميلي جرام بس من zinc بودر zinc بردو بس عبر عم بودر عمل زي دقيق كده شوية بودرة كده صغيرة جنب بعض فنفس كمية الزinc ونفس كمية HCL في التفاعل دوت المفروض ان الزinc يتفاعل مع HCL ده اللي احنا قلنا من شوية عشان يطلع zinc مين بقى فيهم اللي هيطلع zinc و hydrogen أسرع هتلاقي ان zinc بودر ولا هتلاقي ان zinc فراجم اكيد لان البورتيكل سايز لما بتقل تاني السورفوس اريا بتزيد معنى كده ان الريت بتاع الرياكشن هيبقى اعلى والريت بتاع الرياكشن هيبقى اعلى معنى كان التفاعل دوت بيحصل في وقت اقل فالفكرة كلها تاني انت لما بتقل الرياكشن زي في حالة البودر بالنسبة للفراجم انت بتخلي الرياكشن بتاعك هيبقى فاست الرياكشن كلام دوت لو حبيت تمثله جرافيك لات فانت في الحالة ديت لو انت عايز تعمل الريلاشن بين الامون برودكت الكون بتاعت البرودكت مثلا والتايم بتاع الرياكشن بتاعك خد بالك ان عند مرحلة معينة التفاعل هيبقى كومبليت مثلا بعد نص ساعة مثلا بعد 30 دقيقة ففي الاخر انت كده كده هتوصل لنفس الكون بتاعت البرودكت بتاعك انا مش مغير في كمية البودر بتاعي لكن انا بتكلم على الريت هتوصل للمكسموم كون بعد 10 دقايق التفاعل بتاعك حصل بسرعة يعني حصل كومبليت رياكشن وصلت الكمية اقصى في مية للبرودكت بتاعتك فوقته قليل اوي في اقل وقت ممكن فلما يكون عندك بودر السيرفس اريا بتاعته عالية معنى كان الريت حيبق عالي والريت التاني لو انت عايز ترسمه ك بين الكون وتايم بتاع الفكرة كلها انت هتوصل للمكسمم amount of product in less time فعلشان كده انا عمال اكد معاكم من الاول خالص ان الريت لما يبقى عالي معنى كان انت بتحتاج وقت قليل علشان توصل الكمبيليت راكشن علشان توصل لاخر الرياكشن بتاعك فالريت بتاعي بقى عالي معنى كان انا وصلت المكسمم amount of products in shorter time فده كده الفرق ما بين الpowder واتوين اللمب او الفragment بتاعك فاحنا لو بنتكلم على الفكتور اللي احنا هنذكره النهاردة بالتفصيل بنتكلم على الناتشر بتاع الرياكتن بتاعي وفي الناتشر بتاع الرياكتن بتاعي هنتكلم على حكتين هنتكلم على نوع البند وهنتكلم على surface area exposed ضمن الرياكتن وفي نوع البند وخلاصة الكلام اللي احنا عايزين نذكره ان الايونيك بند هيتفاعل faster عن الكوبيلان بند فتاني faster يعني بنتكلم في lower time نتكلم في وقت أقل في less time اشمعنا الايونيك بند بتتفاعل faster عن الكوبيلان بند الريد بتاعها اعلى لان الرياكتن بتاعة الايونيك بند اول ما بتتحط الـ solution ستبقى ionized لفري ايونيز والايونز بتتفاعل مع بعضها تتتفاعل مع بعض رابدلي ديونج الميكسين اما في الرياكتن بتاعة الكوبيلان بند بتتتفاعل كموليكيولز مش ايونز والموليكيولز محتاجة energy تبريك البند فمعنك هتاخد وقت اطول الرياكتن اللي هو كان بتاع الاسيتيك اصد مع الاخيل الكحول الناحية التانية بقى لو بتتكلم على surface area برضو خلاصة الكلام كل ما بتزود الرياكتن surface area exposed للرياكتن هتزود الرياكتن بتاعك فالايونيك اكتر من الكوبيلان في الرياكتن كل ما بتزود surface area exposed للرياكتن بتزود الرياكتن المثال على كده لو حطيت equal volume من HCL لإيقال masses من الزنك بس واحدة من الزنك هتبقى fragment والتانية هتبقى powder اللي حنلاقيه ان الزنك powder هيبقى react faster وتاني faster يعني فلس time فالزنك powder اللي هو الاقل في particle size اللي هو اكتر في surface area هيتفعل اسرع ليه لان the larger the exposed reactant surface area علشان هو smaller particle size ساعتها greater number of activated reacting molecule عدد react molecule اللي هتفعل هتبقى اكتر at the same time فالrate هيبقى اسرع فالrate هيزيد يعني بقى less time في نفس الوقت كده احنا اتكلمنا على effect بتاع nature بتاع reactant بتاع either type or surface area exposed لو احنا حبينا نتكلم على سؤال في السؤال بيقول the opposite figure represent volume بتاع carbon dioxide produced من two experimental reaction وفي two equal masses من calcium carbonate مع equal volume من hydrochloric acid نفس الexperiment اللي احنا عملناه انا برسم الكلام دوت يعني schematic representation فانا عندي two test tube او two beaker فيهم HCl ب equal volume هنحط عليهم zinc ب equal mass يعني zinc equal mass 10 gram من هنا وتين gram من هنا بس واحدة منهم هتبقى medium size pieces من zinc واحدة منهم هتبقى medium size والتاني هيبقى small size وتاني بيقول لي no particular order يعني مش لازم الاولين هي الmedium والتانية small هي واحدة منهم medium والتانية small فحنا حطينا كمية HCl قد هنا يعني عشان ما يبقاش فيه فرق number of moles الماس size واحدة منهم smaller size اتفقنا تاني ان medium size يعني انت بتزود particle size اما small size يعني بتقلل particle size ولما بتقلل particle size انت بتزود surface air فده الحاجة الكويس اذا اللي بيزود الrate بتاعي which of the curves x or y would represent the reaction of the small pieces with the acid and x blade احنا تاني بنتكلم على maximum concentration والmaximal concentration اللي حنوصل لها عند الpoint دي تقريبا ان CO2 gas volume بتاعي هيبقى عبارة عن 45 مليلي ليتر فهنا between 40 وال50 بقى بتتكلم على 45 ملي ليتر مين هنا الفaster rate الفaster rate اللي حيوصل لل45 دول بعد 200 ساكن ولا بعد 300 ساكن فتاني احنا بنتكلم ان اللي حيوصل للمكسمم rate عند وقت اقل ده الفaster rate بتاعي هو الاعلى في surface area اللي اقل في الparticle size اللي حيوصل عند الس طيب فهنا الحل بتاعت السؤال دوت حيبقى الX لان الX هو اللي هو اللي اقل في الparticle size هو اللي اعلى في surface area فالrate بتاع reaction هيبقى عالي ومعنى ان الrate بتاع reaction بتاع هيبقى عالي يعني هيوصل في الحالة دي تقريبا بعد 200 seconds what is the time taken for all the medium pieces of calcium carbonate to be consumed فاحنا اتفقنا ان الmedium pieces اللي هي الY فايه الTIME اللي انا محتاجه علشان اوصل الـ to be consumed ده اوصل لـ maximum concentration بتاعت السي او 2 خلاص ما عادش عندي calcium carbonate ده complete reaction فالـ maximum هنا اللي هو اكتر اكتر حاجة بحتاج لها اللي هي عند 300 seconds فتاني الحاجة اللي عايز اأكد عليها كلمة الTIME taken علشان الـ calcium carbonate يبقى consumed معنى ان الـ calcium carbonate consumed يعني السي او 2 وصل لـ maximum concentration او maximum volume في الحالة ما هو كل الـ calcium carbonate خلص يعني السي او 2 وصلت لأقصى حاجة ممكن توصل لها اللي هو الـ 45 مليليتر في الحالة دي فالTIME اللي انا محتاج له علشان الـ Y توصل الـ 45 مليليتر هو حوالي 300 seconds فهنا شمعنا مين فيهم بتاع السمول بيسس هيبقى الـ X بتاعي لانه هو obtaining small same amount of gas اللي هي الـ 45 مليليتر بس اللي ستايم بتاعي ليه بقى اللي ستايم عشان زي ما اتفقنا يعني أكتر في الـ surface area فأكتر في الـ rate وأكتر في الـ rate يعني بتحتاج less time في الحالة دي فالـ X هو بتاع السمول size إيه الـ time taking عشان كل الـ medium pieces توصل لـ consumed يعني تبقى maximum amount من الـ products بتاعتك maximum amount من CO2 فهنا هيبقى 300 seconds كده احنا اتكلمنا في الـ rate بتاع الـ factors اللي بتأثر على rate بتاع الـ reaction اتكلمنا على أول واحد النهاردة اللي هو الـ effect بتاع الـ nature بتاع الـ reactant سواء هو type of pond أو surface area exposed خلصنا الحصة النهاردة حصة صغيرة الحمد لله مهم مرة جاية ان شاء الله هنكمل بقى بقية الـ factors ديت الحصة بتاعتي النهاردة عليها أسئلة غلصة شوية فعايزكم تركزوا فيها واشوفكم المرة اللي جاية على خيه صلوا بنا على النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة وصلاة معالكم